من البداية يا احمد عايزة اعرف ابتديت ازاي ابتدينا انا عارفة طبعا الناس مكان ما تعرفش انه احمد ما بيشتغلش عشان هو عايز فلوس او مش بيشتغل عشان هو عايز كارير يعمل كارير هو كده كده اصلا ليه البزنس الخاص بتاعه ولكن هو بيحب التمثيل تفضل تكلمني من البداية من البداية ابتديت الموضوع من يمكن ان انا صغير كنت يعني الملامح بتاعتي كانت ملامح مختلفة شوية عن اي حد اصمر يعني ده سعيدني اكتر ان انا ابتدي بالموضوع باعلانات يعني امكن من اونا عندي سبع سنين اعملت اعلان سيجنال 2 فمن ساعتها ابتديت ساعتها بقى في المدرسة والناس يسألوا لي ايه ده انت شبه احمد زكي اللون او لما ييجي التلفزيون الفيلم اللي احمد زكي احب قد اتفرج عليه من انا حبيت التمثيل اركز اكتر في موضوع تنمي الموهبة ازاي؟ ابتديت تنمي الموهبة لانا ابتدي اخد ورش في مصر؟ ابتديت الاول في مصر مع دكتور محمود عبدالهدي طبعا كانت استوديو الممثل ساعتها كان استاذ محمود حميدة برضو كان مشارك في الورشة دي وبعد كده طبعا كنت عاوز اركز في الدراسة اكتر في الوقت ده وبعد كده بعد ما خلصت اول كان عمل لي بقى سنة 2012 شاركت بدور صغير في مسلسل السيدة الاولى استاذة غادة عبدالرزق وستاذ محمد بكير كنت مخرج وبعد كده سفرت امريكا كنت ناوي اعيش هناك كنت بعمل هناك المسرح وهناك عملت ورش برد عملت طبعا اخدت ورش هناك بتاعت مسرح ولما رجعت من هناك بقى قلت لا انا الكرير ده انا محتاج ان انا اخده ازاي بروفاشنال اكتر يعني اوكي عايزة اعرف بس بليز ايه الفرق بين ورش تمثيل في مصر وبرا مصر هل في اختلاف حسيت؟ اكيد يعني اكيد المنهج وطريقة توصيل المعلومة والتركيز مختلف تماما عن هنا ولكن في ناس هنا برضو على فكرة ناس اشتغلت معاهم فرقوا جدا فرقوا جدا يمكن هناك اكتر الموضوع يعني هو ممكن هناك يمسك بند واحد يركز فيه مثلا يشتغل على الصوت يشتغل على ادوات الممثل يشتغل على حاجة معينة ممكن ورشة مثلا يجي يقولك تمثيل طبعا انت عاوز تمثيل تلفزيون ولا عاوز سينما ولا عاوز مسرح او مسرح هنا موضوع ممكن طبعا المسرح مختلف شوية ولكن التلفزيون والسينما مثلا هنا مش عارفين الفرق بينهم شوية ترجمة نانسي قنقر